أنا سمعت أمه أنت مكروه من أمهات رفقاتك مش من من رفقات من من رفقات؟ كان هو زملاء بالصف ما عندك رفقات ليه مكروه كنتو فيك؟ ما كنت مكروه بعتقد ليه حربوك بالصغر؟ أنا بعتبر تخبرك شي عني العمر من عمرك 30-25 هيدا رقم عمرك هو رقم يلي بيشهد على حضورك ووجودك على المسرح هو ثقافتك المتورتي الوعي الوعي تعليم ثقافة وأنا من أنا وصغير كانوا زملي مثلا يلعبوا فوتبول بلاي ستيشن أنا كنت روح أقام الماليكور مع أمي لا 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 واقعد مع الستات واقعد و إي؟ إي؟ ما نوشي حديث الستات كان حلو تسمع تتعلم كتير خاصة من الأشرفية أحسس إذا بسالونات بيوود ايه بتقعد لك ساعتين ساعتين ونونس عم بالبردي شو عم تحكي بس بس مهمة نجا ليش احنا بالنسبة لعلينا هو تقحنك روح اسمع شي نهار حد كاميرا كشي واسمع شو تعلمت من حديث الستات اول شي تعلمت ما توثق لأي شخص كل الناس خبثاء كلهم هيكون عم يحكوا عرجالهم عم يحكوا عالكل ايه فتتعلم تكون واثق عن حالك بتتعلم تشوف ايه في هالمرة البشعة الدي واثق ايه الدي مقتنعة بحكيا وهي بشعة مخص بشعة مش بس البشعة البشعة مش بس بالشكل بالشكل البشعة فيها تكون بالروح بالمضمون جوه اكتر فتلعكس تتعلم منه كتير وبتخليك تكبر اسرع من عمرك بشنا كم بصلك فاذا بدي ارجع انا شخصيا على ليل امهات كانوا مش كار هنا بعتقد كلمة كره كتير كبير بس بدي كينو خايفين انو الليدو يعاشوني لانو انا كنت ايه هيكي اجت الفكرة لانو شو بس كملي لانو كنت انا احكي بمواضيع ما بتخص شخص عمره 13 او 12 عندي سؤال كنت اعمل دقيرك ونغض لا مهلا كنت بس اقعد مع امي كنت بس اقعد مع امي لانو المشاهدين بصير عندن حشرية يعارفوا انو كنت بس قاعد مع امي كنت اخدني معا يعانو او شب الماركت او شكرا